مشاهدين المحترمين سلام الله عليكم أهلا بكم إلى حلقة جديدة من في الواجهة في الواجهة لهذا الأسبوع نناقش موضوع يعتبر موضوع المتناقضات في الجزائر موضوع السياحة السياحة مشاهدين الكرام الجزائر البلد القارة بشواطئها بغاباتها بجبالها بسهولها بصحرائها لوحات فنية ربانية لا يملك الإنسان إلا أن يقف ويشكر الخالق سبحانه وتعالى على هذا الرسم الجميل وعلى هذا التكوين الجميل لكن بالمقابل الاستغلال السياحي يبقى دائما دون ودون ودون المأمول داخليا الجزائريون تقريبا معظمهم لا يعرفوا مناطق بلاده طبعا بسبب غلاء الأسعار بسبب ضعف الخدمات وبسبب عدم الاهتمام أصلا بالسياحة وكأنها من الرفاهية التي لا يستطيع المواطن الجزائري المتوسط أن يوفرها لنفسه ولعائلته نتسأل اليوم لماذا المواطن السائح في الجزائر غير راضي الوكالات السياحية غير راضية الخدمات غير راضية السلطات المحلية غير راضية ونحن نمتلك من هذه المقومات ومن هذه المقدرات السياحية لماذا دائما هناك قانون اقتصادي الأسعار يربط السعر بين العرض والطلب في الجزائر فقط في قطاع السياحة نفس الأسعار 365 يوم في السنة في الصيف في الشتاء في الربيع في الخريف لست معنية الأسعار ليست معنية بأن تتغير وبأن تتأثر دول عندها مواسم عندها تخفيضات لكن في الجزائر نفس الأمر يبقى ساريا طول السنة نتسأل أيضا لماذا لم نستطع أن نروج الجزائر كوجهة سياحية من الخارج لماذا؟ أو على الأقل قبل أن نتحدث عن الخارج نتحدث عن الداخل لماذا لا تكون هناك ترويج سياحي للجزائريين في الداخل نتحدث عن جمال المناطق عن مميزاتها الثقافية والتاريخية والحضارية والجمالية والطبيعية الكثيرة والكثيرة والمتعددة نتحدث عن أين هو المشكلة بالضبط في هذه الحلقة التي تبقى دائما دائرة مفرغة ويبقى قطاع السياحة الذي لا يستغل ما تحوزه الجزائر من مقدرات ومن طبيعة خلاقة ومن تاريخ كبير ضارب في العصور لماذا لا نستغل كل هذا؟ ونبقى دائما نعيد ونكرر نفس السؤال من يرفع قطاع السياحة من هذه المشاكل التي يعاني منها طبعا أسعد اليوم بأن أستضيف مختلف الفاعلين ربما في هذا القطاع نبدأ من البرلمان معنا الأستاذ زكريا بالخير البرلماني عن حركة مجتمع السلم وعضو لجنة الثقافة والسياحة والإعلام أهلا بك سيدي مرحبا مرحبا وأيضا معنا سيد فادي تاميم المنسق الوطني المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك التي هي أيضا كمستهلك كسائح عنها الكثير ما تقول شكرا على أستاذ الله طبعا وعن الفنادق والوكالات السياحية ومختلف قطاع الخدمات في القطاع معنا سيد عبد الحكيم غوانم مدير عام فندق عزبة المزارعين أهلا بك سيد غوانم شكرا على أستاذ الله سنرى كيف ستكون عزبة السياحة اليوم إن شاء الله طبعا سيد زكريا بالخير لو أبدأ معك سؤال البديهي والأساسي والساذج والقديم والمتكر لكن حتى في تكراره فيه رسالة علش قطاع السياحة هو عليه ما عليه هل الجزائر بجمالها بطبيعتها بتاريخها بشساعتها تستحق هذا الوضع بسم الله الصلاة والسلام على وصول الله قطاع السياحة بقي راكدا قبل أن نسأل عن هذا القطاع وعن جميع القطاعات يجب أن نسأل عن الذهنية الجزائرية لأن السياحة متعلقة كثيرا بذهنية المجتمعات والمؤسسات والدول وبثقافة المجتمعات والمؤسسات والدول لا تزال الذهنية الجزائرية والثقافة المجتمعية في الجزائر والثقافة على مستوى أسرة السلطة غير منفتحة بالقدر الكافي غير سلسة بالقدر كافية حتى تنفتح لعالم السياحة الذي يحتاج الكثير من الانفتاح والكثير من السلاسة والكثير من العفوية إن صح التعبير دائرة ترسانة بيروقراطية كبيرة جدا مجتمع يعاني شيء من الانغلاق لا تزال أثار العشرية ممكن مؤثرة على لأن سياحة انكسرت في الجزائر في زمن العشرية الخروج من العشرية في هذه المرحلة تم في مساحة معينة لكن في مساحة أخرى لم نتمكن من الخروج من تلك الأزمة النفسية ومن تلك الثقافة القاتمة التي لا تزال مخيمة نوعا ما على الجزائريين المجتمع حتى هو منفتع على السياحة ربما حتى شوف الشائع وسط العام ما وسط النخب أنه السياحة نجاح السياحة متعلق في الجزائر بتفسخ المجتمع وانحلال المجتمع وهذه مغالطة كبيرة أبدا ليس للسياحة علاقة بالتفسخ ونزيدك يعني الجزائر نعيش في عالمين هنا في الجزائر كان مجتمع محافظ وعلى درجة واسعة وكان مجتمع متفسخ ومنحل هل المجتمع المتفسخ المنحل ساهم في إنجاح السياحة في الجزائر في حين تعرف بعض الدول ذات الاقتصاد العظيم وذات الأسهم في السياحة بقوة بأنها دول محافظة ونجحت فيها السياحة الدينية بقوة السياحة التعليمية السياحة التاريخية والجزائر يتوفر فيها كل شيء لهذا أرى قبل كل شيء أنه الأمر أمر ذهنية طبعا سيد من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار طبعا هنا في الطاولة وليس في التوجهات سيد عبد الحكيم غوانم وراء المشكلة بالضبط هل المشكلة الأساسية هو في الذهنية نحن كجزائريين معلنش ذهنية السياحة الجزائري يدخل للبيت قبل الساعة الثامنة تسعة مساء جميع المحلات مغلقة جميع الخدمات خلاص يعني انتهى يومها؟ بشي 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 نكون ضد وشق على الأخ تسكي هو يشوفها من نظرة هذه الذهنيات هذيك ذهنيات كل واحد كفي شي خمام وشنو؟ احنا يا ما عطينا حتى حاجة للزابون مشي بشي زابون هو احنا لزوتال ولا لكملكس توريستيك ولا لزندوات توريستيك ما مدوش للزابون ما لهمش على الزابون قول الذهنيات تهو أنا فوا جيدي بلي كل فرد في المجتمع عنده حق يكون عنده مكانه المحافظ يكون عنده مكانه لحب كل واحد عنده حق نحبو ننكره ما نفرش ما نفرش عاداتي ولا تقاليد لا إنسان ينسي احنا في المجتمع مسلم هذاك ما لا غبار عليها ولكن كل واحد كيفاش يحب يقضي العطلتاه ونحن الحمد لله عدنا ألف ومئة كيلومات كيلومات ألف وستمئة ألف وستمئة نقدر كل 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 الشاكترونج دونه خصوصيتي نحطيه له على حسابه حبي يقول مشي ذهنيات تفكير كيفاش كان كيفاش نقدم المنتوج هو اللي كان فيه المشكل ما نعرفوش كيفاش نقدم ظالا مشي انت تفكير كيفاش نقدم بصح ليسمعك يقول ذهنيات تعال مستهلك نو لا ذهني حبي تقول لا أنا معاك لا أنا معاك بسكو احنا بلك خممناك يقال ذهنيات بلك خممناه المستهلك مي لا صح ذهنية كيفاش صلطة علم لحظوك كيفاش تقدم المنتوج داعك لا لا نجي معاك في الخط أنا معاك على طبعا سي نروح للمستهلك أيها المستهلك يا منظمة المستهلك سي فادي تاميم واش المشكل بالضبط كمستهلك المستهلك يقولك ما ننصيب شو لما لا أجدو في الجزائر ما يفتح لي رغبة في السياح رغم أنه الجزائر ما شاء الله طبيعتها مناظرها تاريخها نتحدث عشرات الملايين من السنين ولا ننتهي لكن للأسف هذا لا يجد فيه المواطن الجزائري حافظ للسياحة الداخلية شوف أخي علي ننطلق من نقطتين أساسيتين نقطة الأولى الجزائر الآن ما زالت تعاني أزمة للمراحيض العمومية في المدن الكبرى هذه نقطة نبدأ منها بدأت بالضربة القاضية يعني ثاني نبدأ نحطه أرجلنا لأنه كداما مرة يظهر اتجاه لتشجيع السياحة للرقيب السياحة لكي تصبح السياحة بديل للمحروقات وغيرها ننطلق نقول أنه عنا أزمة الآن في 2021 في المدن الكبرى لما نروح المدن الداخلية كوارث أكثر في المراحيض العمومية ثاني نقطة عنا أزمة بالنسبة للتجار في الجزائر وقطاع الخدمات بما فيه الفندقة أنه أزمة ابتسامة هذو الزجنقات نحطوهم ونبدأ الموظف مكشر في السياحة للأسف 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 الشيغوان الشخص اللي يقدم في السياحة أو التاجر اللي يقدم خدمة ولا سلعة في قانون الطبيعة ولا يعني في ديننا يقول لك ربي سبحانه الابتسامة في وجه أخيك صدقة للأسف الشديد في التجارة والممارسات التجارية في الجزائر حديث شاريف حفوان علامة استفهام لابتسامة غيبة من هنا نبدأ قولوا أنه الجزائر ربانيا كامتداد طبيعي للمغرب العربي هي سياحية بطبيعتها كين الجبل وكين السهل وكين الغابة وكين الشريط الساحلي اللي حكيت عليه اللي يمتد لآلاف الكيلومترات وعن أنواع أخرى من السياحة عنا مياه من عند ربي سخونة تخرج ما يسمى بالسياحة الحموية للأسف شديد كل هذه المقومات الطبيعية ما رافقتهاش دعم بشري ومادي ولوجيستيكي بها نطوره يعني تبقى حائر أحيانا والله العظيم بعض الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي سي زكريا بالخير ينشر لك صور ثلاثة لا ربع صور صورة من الصحراء جمال وكثبان رملية وما إلى ذلك وواحات صورة من السهود خضرة ورغم أننا لسنا في موسم الخضرة لكن فيها خضرة وفيها غطاء نباتي الجبال فيها ثلوج وشواطئ ما شاء الله ومياه صافية وكذا كيف يعني يقول لك هذا البلد هذا البلد يستقبل هذه النسبة من السواح سنويا تعليقات من الإخوة العرب وحتى غير العرب وقوم تسألين ما بيكم يا جماعة وراء المشكلة بالضبط عندكم هذه الجنة ويتستغلونها هي للأمنة يعني السلطة أو الجهات الواصية والمعنية تتحمل مسؤولية كبيرة جدا جدا حتى هي من تحمل مسؤولية تغيير ظهنيات لأن المجتمعات وعلى دين شعوبها أعفونا الشعوب وعلى دين ملوكها يعني السلطة تحب تفرض حاجة تفرض حاجة هذه الصور أنا أحكي لك سبحان الله أنا كذلك شفت بعض أربع أو خمس مناطق في صور وكنت متشوق جدا نروح لهم الصورة هذه شفتها على موقع التواصل الاجتماعي بالصح نهارلي اللي حكت هذه المنطقة شميت ريحة ما كان مكانش في الصورة بسبب العفن الوساخ ثم كان أحد المناظر اللي كنت حاب أن الحق له هو تاريخي بمجرد أن طليت من وراه لقيت نسبة كبيرة من القومامة مرمية ثم تعالنا الناس سياح جزائريين أو غير جزائريين المهم سلطات مقصرة والسياح محترمين الثقافة البيئة اللي يجي الغداد تاعوك ذا ويرمو ثم لأن الأمر أولا وآخرا يتعلق بثقافة صح كان جانب قوانين ممكن قوانين تهل شوية وتشجع الاستثمار ولكن ثقافة نعطيك مثال نحن عدنا واحدة المنطقة السياحية بامتياز واللي فيها مرسوم الرمز تعل اليونيسيف الفلا اللي تحمي في الابنتها هذه في الغيشة ولاية الأغواط قليل اللي يعرفها في الجزائري يعني العالم يعرفوها الدور الرمز كما هو وداروها هذه المنطقة كانوا دائما لازم نستثمروا فيها أنا كان حلمي أنهم يبعدوها يخلوها عذراء كي يستثمروا فيها ضمروها بالبيطون ضمروها كي تشوفها يعني تآكلت وهتلكت لأنه لو كان جاءت عدنا ثقافة سياحية حتى المستثمر يجي بما يتناسب مع تلك البيئة وحتى السياح لما ممش في المتابعة ومكان هذه جايبة سياحة محلية كارثة يعني اللي يجي هو الأسرة تعوي يخلي قنطار تعقوه ماما من وراه يروح لهذا الأمر صدقني محتاج إلى ثقافة جديدة إلى فلسفة جديدة وإلى إرادة حقيقية السلطة تلعب فيها طور السلطة لو كانت تكون صارمة في هذه النقطة مثلما رهي صارمة في عدة أمور تتعلق دي لهم رقابة في هذه المناطق السياحية نعم نجدك مثلا تتعدى على الأشجار سما ولا تتعدى ترمي القومة ما سما نغرمك نعطي غرامة مليحة والله غرر أبو آخر شاهدنا واحد الصور يعني صراحة تثير بقارة في الإشمئزاز يعني حتى هذه الصور تعلن الهوغار والتاصيدي هذه الصور لديهم الإنسان البدائي جاء الإنسان في 2020 ويكتب عليهم أسمه لست أدري هنا من هو الإنسان البدائي هنا لأخر خلنا منظر فني جميل ولأخر جاء شوه هذا نرجع هذا الأمر يتعلق بثقافتنا وبأخلاقنا وبوشورتنا لهذا نحن لا نتهمه في المجتمع الجزائري بكله لأن المجتمع الجزائري محافظ وحنين وعاطفي ولكن شيئنا أنا خدمت في المجتمع المدني على مستوى البيئة خدمت لي سنوات في مجال البيئة كنت نعتبر الشجرة ندافع لها أكثر من يدافع الإنسان شفت مناكر كبيرة ما زال ما نشمع عارفين قيمة البيئة نعطو قيمة للبيئة ونعطو قيمة لهذا العالم ومن بعدها سيغوان ما عندك تفضل جسو موش كان هذا الأخ هناك يقول له الثقافة هنا تجو جي بروبوزي قلت هنا في البريمار نديروا موديل في البريمار إنفوا باركنزان ساعة في سمانتين الطفل يتربى على الثقافة السياحية يتربى لك أنا عندي دو في تعلمتهم والله العظيمة مرة أخرى 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 في الطنبيل أعلمتهم بلما نرموش من الطاقة عندي توجو غنساشة الطنبيل نرمي فيها كل جسو ومن بعد يسوفي نحكم ساعة لا يمو نرمي فيها مرة كلي تحب زيتون وذلك عن فهدي كلي تحب زيتون حبي يقول سيبا فريمو ماشح بانتي قتل لا لا بابا كيف من جهة تقول لي ما ترميش عباك بشتوفنا عشاك فانا جودي باللي لازم نعود ونرجعون دي وكما بكري كنا ندير عشا كنا بكري كان المشتماع محافظ عشا كنا نشفى وكنا في البريمار عدنا إفاو باكازان عدنا التربية الإسلامية كانت عدنا والحمد الله بلغ ما حسينا لهاش مي كانت عدنا كنا محافظين وكنا نخا الدين كانت عدنا دين لننغوش من جوزوهمش وكما هذيك هذيك الساعة اللي قرأوها باركنزان تربية الإسلامية حنا ذاك الوقت كنا ملنا وكنا نخيبا بللي هذيك الساعة راح تربيك في ذاك المجال تخليك محافظ يولو كان كين ديني لغوش ما حنا لو كان نديرو أمو إن ساعة في البريمار ساعة باركنزان يقرى ثقافة كيفاش تعلم تعلم أوليون شوف أنا يروح يصور لك مكان في نو صور رحك ترفض عكس صورت انت شوف شوف بلدان المجاويرة بلدان هم مسخين بسأل جام يوري لك بلاد المسخة لو كم متر عش نتود في المي ما يوري لك بلي بلاد المسخة حنا نو حلو صيب هذي تزاير أضرب قال لي ما جات الشروكاسيو يضرب هذي البلاد هذي بلاد بتاعك هذي بلاد بتاعك مع الاتهام يعني نحكي المستهلك بالممارسة السياحة جديدة في الجزائر إمكانية هل إمكانية الفئة المتوسطة في الجزائر عندها إمكانية بها تقوم بالسياحة كانش عندها إمكانية السياحة هذه تعلم الشعب أثناء ممارسته ومع الأخ ووافقه ما نعتمدوش على الذاتية لأنه احنا فيها اختلافات كبيرة كي ينقانون يجب سن قوانين رادعة لحماية البيئة حماية الموروث الأثر اللي عندنا وللأسف شديد كي ينفشل في تسيير وخاصة في القطاع العمومي في تسيير الوجهات السياحية نعطيك مثال وما نذكرش المكان بها ما يقولك شام يدمره فينا رحت ديت الولاد ورحنا المكان في الجزائر العاصمة مشهور تشوف تحزن ظلمة سبحان الله أنت كموسير ولا قطاع حب تزيد فيه الإضاءة ناقصة ماكش قادر تبدل لي روم حاجة كما نقوله الوسخ كين أماكن خاصة نو يدخلوا لها ما شاء الله من الناس لكني إنها خاصة وعنده المسؤول ولا الموسير وقف عليها تلقاها دايما نظيفة تدخل المكان فيه أمور تاريخية فيه أمور فيه متاحف كذا تلقاه الوسخ الفوضى في الدخول والفوضى في الخروج حقوق المستهلك اللي أنا ندفع عليها لما نحط سيارتي في الباركينج ونجي خارج ما كانش حاجة تثبت السعر هذو الأمور من مفروض القوانين من مفروض تحيين أيضا للأسف الشديد في الجزائر لما نحكيه كين أمور مادية وكين أمور بشرية عنا بقينا في الجزائر الفندقة والخريجين تحهم سبحان الله كنا عشر مليون 20 مليون الآن 40 مليون نعم سي زكريا بالخير الآن ننتقل للحديث حوله موضوع شائك جدا ويبدو أنه مقدس جدا في الجزائر بالأسف التقديس بصورة سلبية الأسعار في السياهة في الجزائر الأسعار هناك وسمى اقتصاد السوق لكن في الجزائر هناك اقتصاد لخشان الراس إن صح التعبير تروح في ديسمبر نفس الأسعار في جونفي نفس الأسعار في أوت نفس الأسعار في سبتمبر نفس الأسعار نفس الشي لا تغيير لا تماشي ولا شي فرأيك هل هذا طبيعي؟ لأننا بيئة مغالقة غير معنية بالعالم ذكرتني بهذه في 2008 لما صررت الأزمة الاقتصادية العالمية اللي حطمت اقتصاد الدول العالمية الجزائر قال لك الحمد لله ما قاستهاش الأزمة العالمية لأنه جزائر غير معنية بالاقتصاد العالمي ما كانت شركة في الاقتصاد العالمي وإن صح التعبير ما كانت شعدها اقتصاد أساسا هذا الشي نفس الشي ذلك السياحة نحن السياحة متعلقة قلنا فيها حيوية كبيرة فيها أسهم ترتفع تنخفض وكأنك في برصة في سوق البرصة يوميا كان معطيات الأستاذ مدير فندق رح نرجع له رح نرجع له لأنه كلمة الفصل كله رح يصي عن سيغوان هكذا تكون كان هذه السلاسة وتكون كان هذه تغيرات عندنا مواسم لأنه كان دول عندها مهرجانات كبيرة عندها عندها مواسم سياحية عديدة عندها مواسم فكرية وملتقية عندها أحداث اللي تجلب لها سكان العالم وتخليها تكون سليسة مع المعطاية هذه تزيد ترتفع الأسعار تنخفض الأسعار في الجزائر بيئة منغالقة وكارثة الأمر والله كارثي جدا إذا كان سعر الفندق في الصيف وفي الشتاء كيف كيف في جميع المواسم كيف كيف وكأننا في بيئة ما فيهاش الأحياء فيها الأموات وهذا الأمر يخلي يخلي الناس المعنيين أنهم يعادت النظر ويراجعوا أنفسهم جذريا يعني من الصفر طمع روحوا للفاصل ثم بعد الفاصل إن شاء الله راح نولوه في ثنائية المستهلك والخدمات في قطع السياحة حول قضية الأسعار كما نتحدث أيضا حول قضية التسويق التسويق للوجهات السياحية الجزائرية لماذا نحن دائما ما زلنا تقليديين جدا تلك المنشورات أو تلك الوماضات التقليدية إلا حتى لا نقول كلام آخر في الترويج رغم أن العالم اليوم باستراتيجيات جديدة بشكل جديد للترويج فاصل ثم نواصل عدنا مجددا المشاهدين الكرام في الوجهة طبعا موضوعنا هو قطاع السياحة وأسئلة كثيرة حول العقلية السياحية لدى الجزائر ولدى الجزائريين أسعار الخدمات السياحية الترويج القطاع السياحي وأهم شيء كيف نخرج من هذه النقاط السوداء وكيف ننعش قطاع السياحة على الأقل سياحة داخلية الجزائري لما يتوجه إلى وطنه حتى يكون كعامل دعم لمختلف الخدمات والقطاع السياحة وحتى إن شاء الله يجد ما يريده من خدمة سياحية في وطنه وعيد الترحيب بضيوف الكرام أستاذ عبد الحاكيم غوانم مدير عام فندق عزبة المزارعين أهلا بك سيدي مرة أخرى سيد فادي تميم المنصق الوطني للمنظمة الجزائرية حماية المسالك أهلا بك وأيضا أستاذ زكريا بالخير البرلماني عن حركة مجتمع السلم وعضو لجنة الثقافة والسياحة أهلا بك سيدي أهلا بك طبعا الآن قضية الأسعار الآن سوف يبدأ الكلاسيكو بينها سي عبد الحاكيم غوانم وسي فادي تميم وطبعا تحت رقابة والتحكيم سي زكريا بالخير طبعا ما دير نسبر كما الحاكم بتاع مباراة الجزائر قطر الوقت رأهم محدود سي عبد الحاكم غوانم سؤال لك مطروح وش يتحكم في أسعار قطاع السياحة في الجزائر خدمات السياحة أنا نتحدث عن الأسباب الموضوعية أما إذا كانت هناك أسباب خفية ما وراء الطبيعة هذا شي آخر لماذا هذه الأسعار ثابتة الأسعار ثابتة هي نمامون ثابتة ومرتفعة دعنا نبدأ ثابتة بعد روح المرتفعة كل واحد كيف يشعر في السياح الفندوقت أنا مانكدب حتى وراني نطبق في هذا أنا جلي أبري درت دي فرماشي en إجيبت عندما ce qu'on appelle le système بار عندما هذا système بار c'est يوجيشيال في la réception على سيب le taux d'occupation le prix يهبط par exemple à 18h par exemple عندي 100 chambres à 18h ou la 20 18h le taux d'occupation il est de 5% حبي قولت باعوا 5 chambres le prix 1h يهبط par exemple 15% يعني شيء علمي وركبي وكل 1h على حسي parce que il y a le logiciel à 18h le taux d'occupation il est de 5% le prix يهبط genre le tijar par exemple تقلق 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 لتقلق تقلق وهذا المشكل هو في RG تقلق 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 لن يحب تصدق على أي منطقتها لم يلوش محتومها من طلب أشخاص المنشارة تصدق على ناريسة في مجرد ما يلوش من عمي المنشارة أنت تعالى السببvel لطواب أعطيه هامورة ليست الحركة اليوم ليست حدثة لطوئيي كل هذه حالة في أجل أجل مارسة في الأشمان المناجيات والمواقعية وقتك بضميلة لنا بجزيجة ليلة أستخدام الوقت لطاقاء أمكن أن تكون في الوحيد حصل في الوحيد إلى 1500 دينار في كل سرح فقط من يجب تقلية الوطن يكون لدية جميعات لديك الملائة في مكان القهون اقليق بتحديدłoًا أدري 30 ملائة عن طريق 100 ملائة كما يكون لديك الملايا ملاب ملاب مليون ماذا يمكن بالحالة سيببون الخاسر سيببون الذهب سيببون ثم سيببون سيببون من ذلك؟ كم هل أحسن؟ أنا كما أنا في القرار؟ أنا لا أحسن لديك هذا الجزيز، لأنني أحسن لدينا لدينا لكنني أحسنوا للمتدامة وقالوا لهم أنهم كيف تتعلمين؟ الوثالي ريسيبوني، أحسنوا هل تحسنوا للمتدامة؟ أحسنوا ما يستخدمونه؟ على تلمسيون، كي وعندما يتعلمين أنه لدينا كل شخص وقالوا للأخير يتعلمين، وقالوا لدينا تلقى بعيدهم خدامي اللي معاك تلموا عندهم عقلية خشينة يقول لهم كيف يروحوا يقول لهم لو تلمشي تاعة ومعندش دروة وقال شو الديركتور جديرال باش شب لي كاي الناس يكونوا معاك الناس ذهنية 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 خلاص حاب يقول هو يحبي ولي ديركتور عليك شباش شب لي كاي الناس من الداخل عصابة قديمة ما زالت ما زالوا كاي الناس والفوا تعالبيلك ونقولوا يا ودي كون من بيعش اليوم ما عندكش لاباية تاعةك لا توريسك لا تكونش عندك لاباية دي موار هذي احنا عدنا السوسياليزم وليه لكنا هل ربما حسب نوعية الفنادق أو درجة تصنيفة في الدفعر الأسعار هذي لأي مدهية قريبة من المنطق ديفا والله نقول لك حاجة سيدي بري بزيف بزيف اكزاجيري بزيف هوا عنده شارجته غطان ويطلع لك 3 مليون 4 مليون وفارغ الوتيل هل نحن نستخدم باكش الحب تاع الواطن بريمان هنا كنتم من شارجته بريمان وأنا عايشينون نعيشين نشوف نعم قال لهم قبل أن أعلمهم كيف يلعبوا علمتهم حب الوطن قال لهم الزرعة فيهم و نقول لهم يا ودي الشعب لا يستنى فيكم قبل أن أعلمهم يلعبوا الزرعة فيهم حب الوطن و شوفناهم كيف يبكوا لو كان يخسر قبل دقائق قضية التكلفة في فنده خمس نجوم 1500 دينار يجب أن تخش فيها شيء يجب أن تخش فيها تحرير谢谢 لذلك، ستخش فيها التي تصبح مطر� لأنك من يحفير المحاول الأرض إنه كيف يخش فيها المحاول الأرض المحاول الأرض في مزح المحاول الأرض هذه المحاول الأرض يخش في حالة يخرج يوجد عادة الوصفات ويوجد حتى الأشياء الأعجاب ويوجد المعادة لم يفعلها ويوجد المعادة لأنها لم تغير المعادة هذا هو المشكل مفرد أن تكون في موقع الهجوم الدفاع على سبيل المعادة ويوجد عادة بقرأة القطاع أنا لأني انا بني سينام أنا سينام مرد وأشياء سينام في المنطقة يوجد الآن أدريك الآن والكامل يوجد فيه فعال الأسعار عرض وطلب عنا 286 هل تعلم أنه 286 فندق هي فردق مدينة بمقارنة بدول أخرى تركيا عندها 22 ألف فندق يعني نحكيه هو حكى المشكور يعني يحكى على أوقات الفراغ في أوقات الظروة ما يكفيوش ما همش رح يكفيو القواعد الفندقية ولا الإقامات الفندقية في جزائر ما يكفيوش وشفنا أنه في الصيف الناس تلجأ إلى كراء مساكن خاصة وفي المساكن الخاصة تنقطع الكهرباء وتنقطع الماء تجي تعقب لي فاكونس تلقى روح قاعد تسجي في الماء يعني كين أمور لما نقوله باللي حول الجزائر إلى وجهة سياحية قداه قداه وإحنا نقوله وما درناواله وين الحلول أبدأ بناء فنادق منتجعات والعائلات نحدوا مناطق المتوسطين الدخل للأسف الشديد متوسطين في الجزائر نشوف باللي فندق عادي في الجزائر الغرفة فيه 12 ألف دينار يعني 50 بالمئة من السمية ما يقدر لهاش ما يقدر لهاش صح يوم واحد ما يقدر لهاش هذا شيء شهر ما يقدرش لازمنا نوفر الخدمات لجميع الفئات ونقطة مهمة ذكرني بها الأخ فلما كنا نتنقشه بلاد للأسف الشديد استثمار في قطاع الفندقة أعطيه لأصحاب رأس المال لا يفقهون شيئا في السياحة هذا هو المشكل بري فيك يدي فندق عنده الضراهب ما عندوش هذه منين كسبها الأخ بالتجربة حيته كامل في القطاع يعرف أنه 8 تأليل ولا 9 تأليل إذا ما باعش معناها عنده خسائر بصح هذا وجماعة لي ما يعرفش وحتى يكون ما يعرفش مش حيب ما يعرفش ما يعرفش في قطاع سياحة يقبل وش يحب هو بس كعلاش هذا هو المشكل لما توظف كفاءات الحمد لله الجميع الجزائرية تخرج كيف كفاءات لما توظف كفاءات في التسويق في التجارة يقدروا يروحوا في البيع أنا أعطيك مثال التاجر الجزائري الخضار الجزائري يشري يحط لك قاجو تعباطاطا فيه 60 دينار غدوة ما تبع لوش ولا بعد ثلث أيام يبيعوا يطيشوا حشان يحبوا بال مع البلاكتا 60 دينار هذا وقس على جميع أنواع النشاط التجاري مع ناش العقلية التجارية في دول أخرى تلقى سعر صباحا ميش كما نصف النهار ميش في الليل لا نحبوش بعضنا أو الأشكالية لا نحبوش بعضنا لا نحبوش بعضنا لا 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 نحبوش بعضنا لو كنت ترى فيديو اللي انتشرت تألير مي في السردين لو كنت أحب لن أحبك ليس شرط أن تكون خوية لو كنت أرجيريان نحبك خلاص لو كنت جزائري نحبك جيتم بيق السردين بايتون لنا نحبوش بعضنا نخبّم عربي نرجع للنقطة الأساسية التي تتهم معنا سيدة زكريا بالخير العقلية في النهاية عقلية في بعض الدول لدينا لوجيسية اللي يحدد العقلية الجزائرية يتحدد ويقول لك أن هذا السعر هو هذا السعر الفندق مثل البيت استقبل ما من أشاء بالشكل الذي أشاء كل واحد عنده دولة في رسول هذه نشاهدها في هذه الصورة نعم هذه حقيقة نطلعونها بطوعة على جميع الأصعيدات حتى علينا نقول لكم مشكلة مشكلة قوانين فقط كاين مشكلة قوانين ولكن شفت قطاعات أخرى كنا ننتظر بفارغ الصبر في بعض القوانين لتحل مشكلة القطاع القوانين تخرج بعد كل واحد يقيس القانون على عقليته وعلى ذهنيته القانون لا يطبق كما كتب يعني حتى نسمع لي بارك النقطة في هذه النقطة بالنسبة للقوانين أعطيك أنا مثال الأساسات عليه باركينج وشواطئ يوجد قانون ممنوع ويجرم هذو الناس نعم فأنا نقوم بسياحة هنا في واحد سائح يجيب المنطقة يجيب واحد هزلوا قريطة وسلوكني في الباركينج أم لا يبيع له يجب أن يضعوا الكراسة هذين قوانين وفي كل منطقة كين من يطبق؟ اذا كنت تم القطار في الوحرن من المغادرة هذا المكان لا يوجد مكشف سيبقوا لك هنا سيكون هناك المستعلك عندما تضع لك هذه المستعلكة هذا المكان الستاسيون لا يوجد فيه مجاني أريد أن يقولوا ما هم هنا لا أريد أن يوجد ناس حتى الوزير قال أننا وضعنا قوانين لكننا مع ناس لا يخافون ربي صح لا يخافون ربي قال ما زادت العصابة هذا كلام يقول إنسان مغلوب على أمره لا يمكن أن تقول جداتي يا نايا تقول وكل عليهم ربي وزير ولا واحد عنده يد القهر عنده يد القهر تصل حتى إلى ثلاث سنوات سجن نعم اسم السلطة من التسلط يعني يعف العالم العقد الاجتماعي في الدول الكاملة بين الشعوب والحكومات أن تقسموا معنا الطريق ثم تتنازلوا شوية ونحن راضيين تتسلطوا علينا الممارسة السرعية للعنف بارك الله فيك وكان ما تقولي شنو كالربي وكالربي يروح لداركم كين وحد آخر يجي لا 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 نقصبش في هذه المهم لا نقصب قضية الأسعار عندك الحق فيها شنو ما نقصب معك وحنا نمثل الوزير بشكل وزير واحد مش عادي الكلش حنايا وراء دور تعنا يا السرع انا مريد تكون الوزير محر لعبر ولوش عرف угتدالت أنا أحضر عبر فيه الحس المداني تعنا وإنه هنا نلوم على البلد على السلطات حنا ما نتحدث له كافة إذن ندخله نتحدث هو هذا القانون اوكي لا يخطر شي لاو بل صحح دللي عبسة وحد اخرى دللي طريقة باش انايا نعاونك نعاونك لكي نطبق هذا القانون حياتي كاملة و أنا ندابز و نضارب على جلها أنا ألقى أحد يركب في بيرون و نتكاتل معه في إدارة أنا أركب معه طاكسياري و نلوح جوطابل مع الأخوة نتكاتل معه لا يكفيش السلطة الأوروبيين لا يخافون ربي الحلال لا حرام صح رباوهم بالقانون الحلال والحرام لا يحلهم فيه بصحة ممنوع أنا كنت أطرق معاه يديره في الفيسبوك لا يمكن أن يظلموه لا لا القانون يا ربي والله الحل شوف الحل ما هوش في قوانين ما فقط تبقى هي خاصة بكل فندوق كل مؤسسة بكل خدمة هذا هو مد حل أساسة أنا أظن كنت أسألة على هذا الحل لا يطبق على حمد الأستاذ تطبيق تطبيق إلكتروني أنا عندي نعرف صحابي أساسي قدروا يخدموه مجانا يطوعوا به كما طوعوا بالتطبيقات خاصة بالكوفيد يطوعوا به وتقودنا في ذو الوزارة وليوم رأنا في 2021 الزبناء يسي ليل ديفاي نور دي منيستير دي توريزم يسي ليل ديفاي صحيح فقط هلا أمر بطني نعم نعم يسي ليل ديفاي وين هذون الهدوالي هذون السليشون كما تكون تطبيقات يسي لكثورون بالإضافة تطبيقات كيف حمت البارة عندك تطبيقات تطوك والبري خليتها ذلك صحيح هلالح أجب أن يكون المراقب أمرار حتى أسمح لي نقطة مهمة بما نغفلوهاش في هذه الحصة قطع سياحة بها إيرونسي في الجزائر ما هوش اختصاص خير وزارة سياحة كلش يقولك هذه خاصة بقطع وزارة سياحة كين وزارة ثقافة كين مهرجة اللجنة في البرلمان يسمها السياحة والثقافة والإعلام الجانية حتى نذكره لما أنت السلطات الأمنية الوزارات بزيف لازم تدخل التعاون وزارة الخارجية التسويق للسياحة بالضبط وهذه النقطة الأساسية لأننا تحدثوا عليها الآن ربما قضية التسويق أنت ربما قدمت واحدة دعوة أثرت اهتمام كبير في مواقع التواصل الاجتماع استدعيت المؤثر هذا اليوتيوبر خبيب طبعا وشدك بالضبط لأنه أنت رك فكرت خارج العلبة مثل ما يقال الآن عندنا واحدة الملسقات يعني ترويجية من وزارة السياحة يعني تعود إلى زمن الستينات أو السبعينات بعض المقاطع الترويجية تقليدية جدا جدا لكن الآن هذا أنا صراحة يعني في الأيام الأخيرة طالعت وشي قدمه هذا المؤثر وغيره شيء جميل جدا شيء جميل جدا رائع جدا إنساني جدا محترف جدا في رأيك وش الهدف من هذا الاستدعاء من برلمان ولم نركت حبي يوصل صوته هذا المؤثر نعم لأنه أنا ما فكرتش خارج الصندوق لأنه أنتمي أنتمي إلى هذا العالم لأنه أنا قبل ما نكون أنت أصلا كنت خارج الصندوق نعم أنا أصلا كنت خارج الصندوق لأنني ستقل خارج الصندوق وكنترا هو الصندوق نعم لأنني عشت عدة كما كافة عشنا عدة مراحل قلت لك النظام مع البيئة عشت في مراحلة في الإنتاج الأفلام القصيرة والإنتاج السينمائي وعشت حياة شبيهة للي عاشها أخي خبيب ومن بعد رجعت مدون واللي تنذير محتوى خبيب كان يدير محتوى من نوع أنه كنت تنذير محتوى آخر ونعرف وش يطمح له وش يقدر يقدم صانع المحتوى لأنه كان حلمي أنني نقدم الإضافة الكبيرة البلادي أنا حتى الحراكة كنتم سميه ثورة المدونين مدونين مدام هم أكثر الناس تأثيرا على الرأي العام يعني هم أكثر الناس قدرة على التغيير على جميع الأصعيدة والدليل في 24 ساعة أو 48 ساعة دالوا حملة تضامن معه لحقولوا مليون متابع فاتت المليون فاتت المليون في حين عدنا صفحات تعوزارات أكل عليها الظهر والشريب والتفاعل معها لا يفوق 10-20 وميش يعيش معالم وننتمنى أن نختم فرصة هذول يوم شوفية أنا نتمنى من الجزائريين ومن السلطات الجزائرية تتطعظ وتعتبر بصفحة السفارة الأمريكية التطعظوا واعتبروا بصفحة السفارة الأمريكية الدير التهريج الدير الكوميديا الدير الشعبوية تحكي الأكلات الشعبية تحكي على الأحداث الكبيرة المؤثيرين في الجزائر يعني طريقة جديدة كبيرة صار خالد هذا العضو صار أكثر شخصيات شهرة وصارت هذه الصفحة أقرب إلى الجزائرين وجزائرية أكثر من صفحات الوزارات الأخرين علش من تعلموش من طرس باختصار راح ألبو سعادة وكلاوز فيتي هذو انتزام اريكا حتى المؤثيرين تواعنا راحوا بعيد راحوا بعيد حويش يعني وحنا عدنا راك ديبلوماسي لازم تكون مقفل حتى اللي هنا ودائما نصارمها كأنانان ينتلقى انتقادات كبيرة طبعا حتى أنه رئيس الجمهورية مؤخرا في حديثه للديبلوماسيين قال مخلاص في النهاية الآن التحديات هي تحديات اقتصادية بالدرجة الأولى ديرونا الاستثمارات ديرونا الترويج للسياحة ديرونا الترويج للمناطق السياحية هذه أيضا رسالة قبل أشهر كنت نفوت مع صديق مختص في الدبلوماسي الاقتصادية في 2005 متخرج من هذا القرى في بريطانيا دبلوماسي الاقتصادية العبارة كانت غير موجودة في الجزائر وكان حتى يقول هنا جينة غريبة كان دايما في فلي بلاطو باش تعرف بلي الإعلام يخدم فاني خدمته فرحنا كثيرا لما شفنا رئيس الجمهورية يستدعى الأسطول ديبلوماسي الجزائر واهضر لهم على الدبلوماسية الاقتصادية وركز عليها وهاته من تلك السياحة والاقتصاد والسياسة وكل شيء متعلق لماذا في المكتب؟ العمل تعب الماضي ليس رياضي فقط العمل تعب الماضي لها كان سياحي واقتصادي وسياسي عميق نعم 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 هو يدير جولة وتفرج المقابلة بين جزائر وقطر البلدين الشقيقين من تامنراس طبعا قالنا مهراني أن نشجع في بلادي قطر من قلب الصحراء الجزائرية هذا أيضا صفحته صراحة قسنطينة الجزائر العاصمة وهران أعتقد والمدن الداخلية وحتى إلى تامنراس حتى إلى جبل الهوغار والتاصيلي وهو يروج وهو يروج وهو يروج السياحة الجزائرية لماذا كان في السفرات الثوانية بجموزات الخارجية أنا نختار ندير ملحق سياحي أول شي نديره ملحق سياحي لماذا؟ هو يروج لك دفو كنا نسمعوا كيف كانت وقت العصابة نهالي دارو لاني دار جيريان فرنس ماذا نديره؟ غينا فغة لاني دار جيريان ماذا نديره؟ نحن نشوفه دفو أنا دفو كنا نجيوني دزي ترانجي وين ندير قعدة أندلوسي قلكم ماذا هذا؟ أنا كنت في فندقة عدولة كنت مدير تجاري كنت نشوفت زي بالعيون على الجانب نعطي لك هذا مثل كانت واحدة الألمان ستينجيريست ونألمان كبيرة يغسيلها جنسي باسي هي تكتب القوانين في ألمانيا عندها ستشهر ما تخرج من دارها تكتب القوانين وعندها ستشهر تحوز قعد لومونت نهالي جا تزاير حبست لومونت ولا تجيغلت زاير قلت لي أنتم قلت لي مام شعبكم قلت لي قلت لي قلت لي قلت لي عاطفي عاطفي طبعا قلت لك شعب الجزاري فاصلما يسوفي قلت لي قلت لي قلت لي قلت لي البرب الأرجيري جامي شدخه بلطان أنا لا أستطيع دارجي حتى أنا مرة خرجتها بلطان جا بلطان خرجتها حبست بها ديتها لبسعادة كشو ريسكي تنظيف ريسكي كميكاز بسك علش أنا باب الله يرحمه علمني نحب البلاد قال البلاد مدومون دي من هاوال وعطيها كان مجاهد كان كون داني أمور قال البلاد عطيها مدومون دي تطلق سقف الزاف عليك نعم هذا زميل سوفيان حاجي وبلغني أنه هذا السائق الدرجي نري هو اسمه خالد الجابر هذا الذي راه ودير شي كبير وأيضا في هذا كل الوثائق سعودي الذي غنينا والذي انتشر كبير وجهه ركان طبعا وفيه ربما دعوات أنه جاءنا لجزائر عدة مرات يعني حتى هذا التأثير راه مهم جدا ربما بعد الفاصل ان شاء الله الجزء الختام من هذه الحصة نتحدث عن الحلول الحلول هي أهم شي وش كان سياحة الشبابية سياحة التخيم سياحة المغامرة والاستكشافية والمنخفضة التكلفة نروح الفاصل ثم نواصل المشاهدين عدنا مجددا مشاهد الكرام الجزء الختام من حلقة اليوم من في الواجهة طبعا موضوعنا السياحة في الجزائر مشاكلها كثيرة ولكن الحمد لله أن أفاقها ومستقبلها إن شاء الله رأه أكبر وأكثر طبعا أعيد الترحيب بضيوفي الكرام سد زكريا بالخير البرلماني عن حركة مجتمع السلم وعضو لجنة الثقافة والسياحة والإعلام في المجلس الشعب الوطني أهلا بك وأيضا سي فادي تاميم المنصق الوطن المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أهلا سي فادي تاميم قضية السياحة في الجزائر في رأيك كمستهلك أولا وكمنسق وطني منظمة حماية المستهلك هل المستهلك الجزائري أو السائح الجزائري في قطع السياحة تستهويه مثلا سياحة المغامرات تخييم يروح للمناطق ربما بعيدة وخيمة وحد أدنى من الخدمات يعني روح المغامرة هي الأساس ربما وليست الرفاهية نعرج برك قضية صناع المحتوى وندعم المبادرة هذه لأنه كرهنا من صناع المحتوى التافهين من المفروض يكون عندنا صناع المحتوى نتمنى وأنه سلطات تتبنى هذا الشخص الذي يسوق للسياحة الوطنية من سنة وشناس أخرين يدرون لنا تصوير طبعا عندنا والله العظيم صراحة أنه محترفين جدا وصولهم وصول كبير شوف التصوير الشخصية الرؤية طلاع يسألوها شو الشهادات وشوف الكفاءة ويخدموه نرجع قبل لما ذكر الأخ على قضية ما عشناه في العشرية السوداء قبل العشرية السوداء كان شباب جزائري كان شافة الإسلامية نذكرها كانت نظمة استياف رحلة استياف ومنها الطفل الصغير يتعلم عشناها في صغير يتعلم الطفل الصغير الحياة الحياة الجماعية لأنه للأسف شديد في تكوين شخصية الإنسان حياة الجماعية في الإقامة الجماعية في الجامعة في هذا التقييم يكون شخصيته يستفاد هذه الأمور موجودة لكن كان ظروف أمنية ما تسمحش الآن الحمد لله الجزائر يعني رأي أمنة نتمنى حتى في دول أوروبية الناس محدودين الدخل يوفروا لهم أماكن مفتوحة جيب الكارافان تاعك وتحطه وتعيش على شطئ البحر الآن نحن في الجزائر إيشكالية وين وين تحط يجيك يخرج لك الجن ويقول لك يملكي وتدفع إتاوة هذا دور بصراحة دور السلطات الأمنية لأن السلطات الأمنية إذا تحبس هذه الناس كما نقول لهم بلطاجية هم هم اللي قاعدين يأثروا على السياحة لما تروح نتاوى عائلتك لمدينة سياحية وتلقى واحد باركينج هزلك عصا قادر تكره المدينة هالي وليس لا يصر لك معها حاجة فقط أمام زوجتك وأولادك رح يصر لك ممكن السياحة أبنية على هذا التفاصيل نعم الباركينج سيارة التاكسي والخدمات البسيطة هذه رحي هي اللي تكمل فيها التفاصيل شوف أنا تشوف أنا جيبت تمشي صامت يحبس لك سمعين ألف تاكسي وراك رايح ويديك وين حاب أنت حنا توكي ماذا تعدنا حنا أنت تاكسيير ماشي تقولي وراك رايح حاب يقول تروح على حسبها هو تاكسيير في مصر كين شرطة السياحة اي عنا أي مخالفة سياحية سايح تقيسه تتحاسب وتتحاسب الضعف على ولد لبن حتى في استغلال المناسبات قضية أنه في مناسبات معينة يحسب لك سعيرها مضعف دنيمو العام جليد جليد وجودية باسم هذا العام كم لفرنتيار كان مغلوقي كان دي زوتان كما نقول بالعامية سوغر الناس طلع علي بريتاو بسا شوف هذا العام يجي عندك بسا كي تفتع الحدود بريتاوك كان كلكو كمبليكس طلعوا بريتاوك حتى المواطنة الجزائري قلت لك أنه باش نقضي يومين في فندق جزائري بزوجة ثلاث نجوم وحالته ربما صعبة ما نرح نقضي بها نقضي بها 15 يوم إلى 10 أيام في بسرعة بسرعة هذا العام ستطلعون عدنا ثقافات غلي ما لقاش خوه يضربوا هذي قلتك ما نحبوش بعضنا هذا العام هذا العام كان ممكن تكون فرصة حتى نصالح السائح الجزائري مع سيئة الداخلية كانت فرصة هل نستغليناها أنا جفت نقضي حق لطريف لطريف 3200 لطريف لطريف وطريف لطريف لطريف وكان 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 لطريف في الصحر شعل لطريف زوج في صحر أكثر ملعبت وهو بسيئة في الصحر بروكين طريف من شرك لطريف وكان لطريف أجب 300 500 تم القطع وكان وقت خدم ثم يصل لطريف تجري إذاً طبعاً تتعامره وعندما تعلقون على مستوى الناس وعندما جاءت الناس لا ترى الناس لا أعجبه لقد سأذهب ويسأل كيف أن تدركتور لكن الناس من المستوى الناس لا يمكن أن يكون هناك ويسأل الناس ويقولوا الناس تأتذكر البيروغرافي وعندما ننتهي الناس أنا في الممارسة رابع لي عندما نكون لأراضيك المقبضة لدينا وجود الوغاو Testament يُأَرِّوها منظرم السرق العام ومساعدة أيلشي تسبق الوغاو لذلك يمكن أن تتبع نظام كيف سيُأَرَيْا وَقِيرَ إِعَرَيْا وَأُعَرَيْا يÉلَتْهِ إِعْتَيَا إنها يأَرَيْا وَإِعْتَيْا والسجrás والعنشات والسجrás والمقبض ونظروا أشباب ونظروا أشباب كما يقولون يوجد التسويق يجب أن يخرج إلى العصر من أطرق قديمة سمح لي بحاجة في السياحة الجزائرية الوجهة الصحراوية أصبحت أمرا محتوما يعني عندها المكانة نقوله كل عام اليوم حسب الخطوط الجوية الجزائرية 17 ألف جزائري توجهوا إلى الجنوب في فترة نهاية السنة كاين 170 ألف سائح منهم 20 ألف سائح أجنبي يزورون سنويا الجنوب نحن نتمنى وما كاشفين يقادوا وضع الحلول محقور الجنوب أصبح وجهة سياحية نتمنى أنه تهتم الوزارة والسلطات أنه يبنى وفيه مرافق ليس مرافق خمس نجوم لأنه الأجنبي حتى الأجنبي لما جاي يعيش حياتك في إطار لما تحط نطحة سحاب وفندق خمس نجوم في منطقة صحابية أبني فنادق طبيعة الثقافة الجزائرية حتى اللباس حتى اللباس في إطار سمح لي برك في هذا الإطار نسوق العاداتنا تقاليدنا لباسنا الجزائري أصيل أصالة الشعب الجزائري نقدروا الحمد لله يعني الجنوب ما زال متمسك بهذه الأمور نقدروا نسوقوا لهذه الأمور لكن لما يجيك 20 ألف سائح وما يلقاش أنه أي تكفل ما كانش المرافق الأساسية ما وش رح يرجع لك بس رح يكون توفر له رح يرجعوا بعد عام 40 و 60 طبعا سي زكريا سي زكريا بالخير مش كل سياح يجو للرفاهية كان سياح اللي يحبوا أنه من المغامرات يعيشوا الجو التخييم مثلا خصوصا عندنا الصحراء جوها جميل جدا قصة شباب كلنا رنا ومرنا بمرحلة مما يسمى بالمرهقة وعشنا هنا عرفوها بلأك أكبر لذة يلقى المرهق هي المغامرة ويعني يلقى واحد الطعم في هذه الميزيرية وفيها لذة كبيرة يحس بالرزولة نعم وقلت لك الرغبة كائنة والأمور سهلة فقط وطريقة ثانية والله ما هي مستحيلة رنا من قبل نحكو قادرين نحكو الخلاصة وإن أنا اليوم أني جايب من عندك كنت في أحد الوزارات المعنية قدمت لهم اقتراح لله الحمد والمنا يعني تلقيت مع ناس حيويين ومتفاهمين وفاهمين بل طرق تقليدية والكلاسيكية مع عادة شتاك ودركها رأنا هذا اليوم نديره في إحصاء تعقال المؤثرين على المواقع توصول الاجتماع والمجتمع الإلكتروني اللي رأي هو اليوم يأثر على الواقع وليس يتأثر بالواقع في شتى القطاعات بدأنا فكرة بالأستاذ خبيب في سياحة وبعد لقينا بزاف سياحة كاللي رأيش في أمريكا وكاللي عايشين هنا وكاللي هم يجولوا وقع العالم ولقينا هم قدمين محتوى كما خبيب والله أفضل ممكن فقط ما قدروا شيء ينتشروا هذا الناس رأنا نوجده في قائمة بكافة المعلومات تعهم بطاقة غنية نعطوها للسلطات المعنية رحبوا قال لك على الأقل ندير وجبة فطور صباحي كما قالوا هما تكفي وجبة فطور صباحي تجيب فيها المؤثرين تتحاول تويهم تكرمهم تشجعهم تحاول تأثرهم والله يقدموا لك خدمات المهرجانات المهرجانات واجدير في الدول المهرجانات تدخل دراهم في الجزائر المهرجانات واجدير يتفعوهم الدراهم يأكلوا دراهم كما أحد الإطارات في القطاع يعني يقول لك 70% تروح هدايا لبعضهم البعض و30% يستفيد منها الفنان والله يستفيد منها نحن نعطيك مثال عدنا فقط ركم بالك تعرفوا في الجزائر العامية عدنا ما يسمى بالوعدة طعم يقولوا لها عدنا يمر شهر في ولاية الأغواط مثلا تدار 21 وعدة كعرف بلي هذه الوعدات نحن نبدل هذه النظرة الوعدة نقول لك الذهنيات الوعدات لا يذهب لها لأنه شايفينها بلي فيها هرطقة ودجل وشعوذة ونستعبد في القبر ولكن نشوفها من زاوية أخرى باش نحاربوها نحاربوها جادة أنا رح نتقدم بها ومع زملائنا النواب اللي في اللجنار أنا هذه فيها جانب سياحي محظ وفيها جانب تعريفي بالطراث الفلوسية وقبل أيام فقط الدولة الجارة رحهم صنفوها لأحد الوعدات التي توحد فيها اللباس صنفوها في اليونيسكو نحن عدنا أكثر من علفة هذه العلفة الفرسان كيف يديروا الاستعارات عدنا أكثر من طريقة فيها جانب المبارزة بالعصي كانوا انتاج محلي في هذه الوعدات يجيبوا الناس اللي يخدموا الليكسي يخدموا السعافة وهذا ربما الجميل في السياحة أنه حتى التفاصيل حتى الأمور نشوفوا إحنا هامشية ممكن تكون منتوج سياحي جميل ويجرب نعم أنا أكد لك أستاذ علي أكد لك باللي لو كان يجو الأجانب لو كان يجو غير ولد العاصمة يهبطوا ثم يتخلعوا يحصوا رواحهم راحوا يتخلقوا بآخر يعني لو كان يجو السياح مرة واحدة يتردوا نحن نريد أن نقتلحوا الوثيقة التقنية نتعاونوا مع الإعلام نديروا ومضات إشهارية قبل ما يبدأ الملتقى اتفاقيات مع الوكالات السياحية محليا ويحاولوا يجيبونا من بره مشروع اقتصادي المشكلة نحن عدنا في العادة عدوا مكان عد المجتمع ومجتمع فقير أعباك باللي في كل وعدة الناس في كل دار يذبح نعجة ويروحي طيبها ويعطيها للناس مجانا في حين قادر هذه الوعدات يدخلوا دراهم الأصحاب القرى هذه يدخلوا دراهم للبلاد في طوع اللي نبدأ ونتعاملوا معها بهذه كل النظرات وهي حاجة كبيرة اقتصادية وسياحية هوياتية وثقافية نتعاملوا معها فقط والحمد لله نحن عدنا شعب مضييف ما شاء الله ويحسك أنك من أهله نعم عدناك شغلت فينا حاجة دعا الجزائر العميقة مقدسك خارم نعم نحن نحن ما شاء الله أنا ما شاء الله في السود ليس لدينا مع المزاندات لماذا؟ ستربح من عدة جوانب جوانب عديدة تربح منها مثل هذو الجن واحد عنده تياس مانج خدام نحن نعطي نحن نعطي تسي موات أو كات موات كيف تستقبل الناس كيف تترحب الناس نحن نعطي مزاندات في 15 شامب 15 شامب ويحسك تكون على حسب طابعة في المكان في المكان مشارك تكون التوريس يجيه يشوف ديجا هو رح يخدم غال عيلتها بسكو يمه الطيب هذا كذلك جيران يخدموا معه هنا ديجا بريمو رح تربح لجن تفعب صور ببال لكن نقول لكم لو كان دي رقاء في الانترير دي شاك فيل أنا شوي دو ميليانا مليانا عادتنا عادنا في المولود عادنا عادتنا ولا وي لا بخمي يغفو باش ندر أوتل كان مغلوق بسكو البلدية بكري باعت الواحد وذلك سيد غلقوا ورح لسويس باش تشوف مكانش حب الوطن انت تشوف مغربي النكتور مغربي يروح يجير الفستيفال في مراكش ويجي في قائل جران ستار دي مونت احنا وره مام حنا يا مام الجالية التعنا لازم ندر يكون عندها دور هي تجيب لك شاك 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 يكون عنده يكون عنده دور في الترويج الاخر ومانتو كما قلت باش نحب الاسعار لازيكول بايزكول تاع لازيكول بريمير مدارسة تاع بانير ومانتو في الصحراء نقدروا نستعملوهم في وين هم يستقبلوا بريمو المشيو يسيرهم يقرر في التوريزم بس كماندار ستاج يقرر باعت سنو يخرج الاخر ويش تعلم لازم تعطيلوا ايكول يسيرها بريمو الاخر يربح دراهم يعاود يسبغ روح البلدية تربح دراهم الجن يربح الإكسperience حبي يقول الزابون هو الملك والمستهلك هو الملك هو الملك اليوم هنا سؤالي وش تطلب أنت كمستهلك ربما حتى نخرج من هذه السلبيات التي تحدثنا عليها هي سلبيات ذكرناها من أجل أن نعالجها ليس فقط نعاير أنفسنا أو لجلد الذات هو المطلوب حتى نرتقي بقطاع السيحة حتى يكون الجزيرة راضي عنده رغبة وعنده تحفيز حتى يزور بلاد يعني بعد سنوات من الممارسة دفاع عن المستهلك اكتشفت أن الحلقة الأضعف هي المستهلك لكن لكن زيد عليه المستهلك المستهلك إذا توحد هو الأقوى لأسف شديد دورنا كجمعية حماية المستهلك التوعية والتحسيس سحكون نوصل المستهلك من وعي لما قلنا قبل كنا نحكي على موضوع التبليغ الذي دور عنده دور كبير المستهلك عنده قوة سح ما زال ما زال عندنا أشعر ما نقولوش لكن الآن هناك مستهلك ولا كمنظمة جزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه وقولوا أن الأسعار مقارنة بالقدرة الشرائية بعيدة كل بعد عن الواقع صح هي نظرية اقتصادية عرض وطلب لكن تحتى هذه النظرية ما تتحققش ما تتحققش نقطة ثانية نوعية الخدمات نوعية الخدمات أنا كمستهلك لما ندخل بالمدينة ولا منطقة سياحية والاستقبال يكون مش في المستوى للأسف الشديد كين عنا احنا نطالبه بإعادة تأطير هذو الناس اللي تعطيهم أنه الاستقبال والتوجيه ومعاملة الأخ معنا ما تحش أنه مدير عام تعالي فندق بالتواضع تعالي بطريقته هذه مبهجبها جبهة بالممارسة للأسف الشديد تدخل أنت الفندق خمس نجوم يتعامل معاك اللاجون داكاي كأنك أنت كأنه هو مولشي وانت بلا مزيدك تحس بأمور للأسف الشديد كينزوج نقاط في الجزائر وبهن نحسنه هذه السياحة يعني كمرحلة قريبة المدى ولا متوسطة المدى أولا الأسعار ثانيا نوعية الخدمات لما فندق خمس نجوم يبعثوا لك صورة عن طريق الصفحة تعنا أنه قاعد يحط صابون منتهي الصلاحية هذه كارثة كبيرة لما فندق خمس نجوم تجد فيه لوحة يقول لك أنه المفندق غير منسؤول عن السيارة تاعك في حالة حدوث عملية سارقة غريب سبحان الله خمس نجوم غريب عزيم للأسف شديد نوعية الخدمات صح هم يقول لك أنا فندق أربعة أو خمس نجوم الأسعار عالمية وعندي بارام ماليشا انترنسيونال لكننا وعيد الخدمات والله لا ترفع لنجمة ونجمتين سي زكريا بالخير في أقل من دقيقة أعطيلي الحلول ما هي الحلول شفت ساعة كلها أو أكثر يعني التشخيص لكن الحلول دائما نعطيلي الوقت الأصغر نعود نبدأها ترتيبيا لازم تكون إرادة حقيقية لازم تكون إعادة نظر جادة لازم نطيحهم من العود لازم إعادة نظر جادة ونعترفه سياحة طحت بالعود نعم طيحنا كلش طيحنا قاعد البلاد هكذا كنا نعود نظر نكونوا مستعدين لأننا نبدلوا ذهنياتنا نبدلوا سلوكياتنا لأنه عندها ضريبة أنا مثلا يقول لك تثني على صفحة صفارة الولايات المتحدة الأمريكية ولكن دبلوماسي جزائري لو كان يحب يتصرف كما الولايات المتحدة الأمريكية يسموه مهرج وليس يسموه شعبوي صحيح تناقض هذا لهذا نحن ندفعه في ضريبة أنا يجموف وانا راني شايف باللي يودي هذا الإضافة عليها ما درتنا حتى هذا أنت إيجابيين آيوة آيوة نكونوا إيجابيين أنا ولد الشعب ونكون كما رأي المدير هذا نكون حيوي نكون سوبل نكون واعتذر على المصطلحات الفرنسية هكذا وندو من الشارع نحن ديك الليلة آه رسالة أخرى مثلا آخر مرة اجتمعنا لجنة ثقافة أول نقطة قلت للزملاء النواب ماذا بينا ناقشوا المواضيع اللي رهدر تجدل هذالي أيام الجزائرين نمتعظوا من رداءة صورة في التلفزيون الوطنية نحن نديروا بعثة استعلامية الجزائرين نتعاطفوا مع صناع محتوى المهمشين هذه وظيفتنا الحقيقية نددو نتعلموا من الشعب لأنه النس لا تجتمع على الباطل الجزائرين يجتمعوا على حاجة عرف باللي تلير غالط صحيح من الأخر من الأخر نحبوها ونسمحوه من حقنا على جالها مشيغي ندوموندي ونعطوها شوف هذه البلاد تعطيناها تعطيلك أنا جربتها في بارمال دونورمان والله من دوموندي والله ونسمع من عقي علش الحمد لله يا ربي ربي رحمك يا بابا رباني نحب البلاد الحمد لله يا ربي وهذه أني ربي في بناتي على جالها وشوف هنا نعطيك أمتي تأكزامب دنيا مانس صحيح رح لي اسمها هدرت على الكفطان كيفاش مرارك حبو يدوه اللونيسكو يماركو عليهم القفطان علش أرغيريا جامل ترك وتأقلم ولا جزائري ولا داوهن كما داوهن الكوسكوس ولا مغربي ما كذبش عليك أنا متنو ذكرا هي حرب تزاير اللي توشيها وتحية تزاير تحية تزاير أسكرك جزيزي شكر سي عبدالحاكيم غوان المدير عام فندق عزبة المذارعين وأشكر أيضا سيد فادي تميم المنصق الوطني المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وأيضا للأستاذ زكريا بالخير البرلماني عن حركة المجتمع السلم وعضو نجنة الثقافة والسياحة والإعلام بالمجلس الشعبي الوطني شكرا جزيزا شكرا جزيزا شكرا ضيوف الكرام حديث مشوق وجميل عن السياحة ولكن إن شاء الله يوم ما سنتحدث عن أن هذا القطاع خرج مما هو فيه وإن شاء الله تكون الجزائر الجميلة الجزائر الخلابة الجزائر اللوحة الربانية ونشكرونهم شكرا مثلونا في كأس أمم إفريقيا مثلونا مثلونا أو صورة شبال الزاير شكرا أشكركم ضيوف الكرام أشكركم مشاهدينا سلام الله عليكم